السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم انا فتحي من قناة ياسمين لتعليم الكروشي الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم معكم انا فتحي من قناة ياسمين لتعليم الكروشي غيلكو بالبنشو الامر الجميل ده البنشو من سن ست شهور لسنة جايبالكو كل التفاصيل بتاعتو وكل حاجة عنو ان شاء الله هيعجبكو تفاصيله جميلة وسهل وبسيط جدا للمبتدئين هيقدروا يشوفوه ويقدر يفهمو كل خطوة فيه بسهولة وتقدر تعمليه لاي بابي يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وانا هستخدم خيط رفيع هو خيط مهير بس انا هستخدمه على فتلتين طيب هينسبني ايه للبنشو ده هينسبني اما خيط رفيع تستخدميه على فتلتين انا ما عنديش خيط متوسط السمك حاليا فهستخدم خيط مهير بس على فتلتين تقدر تستخدمي اي خيط موجود عندك سواء متوسط السمك او رفيع على فتلتين يفضل ما تستخدميهوش رفيع على فتلتين او تستخدميه سميك شوية ينفع له كل القيود تنفع للبنشو ده تمام طيب انا هستخدم ابرة ايه انا هستخدم نوعين من الابر انا هستخدم ابرة رقم اربعة وابرة رقم خمسة يلا بينا عشان ما اطولش اخدم الخيط على فتلتين زي ما انتو شايفين كده اهو بسحب من قلب الشلة واستخدم وكذلك الشلة التانية طيب احنا هنبدأ بالابرة رقم خمسة وهنبدأ نعمل عقدة البداية زي ما تحبي وبعدين ايه اللي هنعمله انت هتاخدي مقاس الطفلة اللي انت هتعمل لها يعني هتاخدي مقاس الدوران بتاع الرقبة بس بتوسعي ايدك شوية طيب عشان نعرف مقاس انا طبعا اللي انا هعمله ده البنشو اللي انا هعمله انا هعمله لطفلة من ثلاث شهور لست شهور او كمان يقضي سنة يعني انا مكبره شوية بحيث ان هو يقضي سنة طيب انا هعرف المقاس ازاي انا قلتلك هتاخدي دوران الرقبة بس يتوسعي ايدك شوية عشان يبقى زي سابرينا كده وكده كده احنا هنلمه بي هنقفله شوية فما فيش مشكلة ان انتي توسعي شوية ما فيش مشكلة طيب انا هبدأ قد ايه انا هبدأ بغرز اول حاجة هنعمل سلسلة البداية وهنبدأ بغرز مضاعفات العدد اربعة يبقى انا محتاجة سلسلة من مضاعفات العدد اربعة طيب انا عملت قد ايه للبنشو بتاعي هكمل بس السلاسل وهرجع لكم بالعدد خلصت خلاص السلسلة بتاعتي وتعالوا نتفق بقى ان احنا محتاجين مضاعفات العدد ستة زائد واحد يبقى انا محتاجة سلسلة فيها مضاعفات العدد ستة وازود عليهم واحد كل مجموعة هتاخد مني ست سلاسل طيب انا البنشو بتاعي اللي انا ورته لكم في المقدمة ده خدت في قد ايه انا عملت في ستة وستين سلسلة يعني ستة وستين سلسلة انا عملت حداشر مجموعة كلهم كام خدوا ستة وستين سلسلة مقاس البنشو كام زي ما انتم شفتوا كده هيقضي من حد سته شهور لسنة تمام من ستة شهور لسنة ولو اقل شوية ولو اكتر شوية مفيش مشكلة استخدمت ستة وستين سلسلة تمام طبعا هتزودوا عليهم ايه واحد طيب انا عملت بس عينة ليكو كده عشان تشوفوا التجربة بس فهمتكم البنشو بتاعي استخدمت له 66 سلسلة هبدأ كده الدايرة بتاعتي اهي وهدخل في اول عقدة انا استعملتها اهو وهخرج بمنزلقة تمام هبدأ بعد كده اغير الابرة بتاعتي واستخدم الابرة الاصغر نمرة اللي هي ابرة رقم اربعة وهبدأ اطلع به تلت سلاسل وهبدأ اخد الخيط كده معايا اأمن عليه وهبدأ اشتغل عمود بلفة في كل سلسلة انا اشتغلتها هتلاقوا السلسلة واسعة شوية مفيش مشكلة انا عايزاها كده علشان ما تشدش على الرقبة والداية تمام اهو هبدأ بقى ادخل في كل عمود من دول وهاعمل عمود بلفة بسيط خالص تمام هنكمل مع بعض العمود بلفة في الدايرة كلها وارجعلكم عند اول استحبايبي اهو دي طبعا عشان بأكد عليكم ديعيينا بس مش هي البنشو الاصلي يعني عدد الاعمدة عندي هنا اقل تمام اهو ده كان اخر عمود عندي هشتغله اهو خلاص عند النهاية كده بروح عند التلات سلاسل دول اللي انا بديت بهم عند اخر سلسلة وباخد آآ غرزة منزلقة تمام خلاص خلصتها اهو هبدأ بقى اشتغل الغرزة بتاعتي الاساسية الغرزة بتاعتي الاساسية هشتغلها ازاي اول الحاجة هاخد واحد اتنين تلاتة هاخد عمود عندي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده وبعد كده هلف الخيط على الابرة انا هنا دي سلاسل البداية اللي ابتدتها هعد واحد اتنين وفي رقم تلاتة هدخل اعمل واحد اتنين اهو تلاتة اربعة تمام وهاخد سلسلة وهدخل في نفس المكان كمان وهاعمل اربعة شايفين يبقى انا اشتغلت تمن اعمدة كده لسه فاضي العمود اهو العمود الرابع يبقى انا اشتغلت ايه اربعة اعمدة وسلسلة واربعة اعمدة طيب هروح فين بعد كده دي الغرزة اللي انا او اشتغلت في اهو هعد واحد اتنين وفي رقم تلاتة هلف الخيط على الابرة وهاعمل عمود جديد يبقى شايفين المجموعة عندي عبارة عن ايه عمود صدفة عمود هرجع من غير ما ااخد سلاسل ولا اي حاجة الف الخيط على الابرة وعد واحد اتنين وفي رقم تلاتة هبدأ اعمل الصدفة بتاعتي تاني ادي اتنين عمود تلاتة عمود اربعة وبعدين سلسلة وبعدين ادخل في نفس المكان اعمل كمان اربعة عمود اهو كده تلاتة باقي عمود هعد كده ده اللي انا اشتغلت فيها عد واحد اتنين وفي رقم تلاتة انزل بعمود خلاص كده الغرزة بتاعتي خلصت زي ما انتو شايفين بالشكل ده هلف بقى السطر كله وحبيبي عند نهاية الراوند بتاعي اهو وفاضل عندي تلات مفرغات واحد اتنين تلاتة وده العمود اللي انا ابتديت بيه تمام هعد واحد اتنين تلاتة وعند رقم تلاتة هدخل واخرج بمنزلقة تمام خلي بالكو عايز اقول لكو انا لسه ما بديتش الغرزة بتاعتي الغرزة بتاعتي هي تكرر سطر واحد بس وهتشوفوها جميلة وسهلة جدا هطلع بتلات سلاسل زي ما انا كنت ماشي هنا عمود هشتغل عمود عايزة تبدأي التزايد على طول نبدأ التزايد ما فيش مشكلة عايزة تبدأي سطرين كل سطرين زي بعض ولكن انا افضل اول سطر ده خلي فيه تزايد يعني ايه فيه تزايد يعني هدخل هنا تمام وهاخد زياد عمود يبقى هنا بدل عمود واحد بقوا كام بقوا عمودين طيب بعد كده هعمل ايه هفوت اول عمود وتاني عمود وهدخل فيه العمود اللي بعد كده وهاخده عمود امامي طيب واللي بعده كمان هاخده عمود امامي بقى انا عملت عمودين امامين سبت عمودين وخدت عمودين طيب فيه هنا سلسلة كان فيه فراغ هدخل في الفراغ ده وهعمل عمودين اتنين بس اهو سلسلة عمودين هعمل صدفة جديدة ولكن عمودين سلسلة عمودين وارجع العمودين اللي هنا دول اربعة هسيب اتنين هنا مش هشتغلهم وهاخد اللي اتنين دول هعمل فيهم عمودين اهو هي كده الغرزة بتاعتي طيب هرجع هنا عندي عمود وانا عايزة اعمل تزايد فهعمل ايه هعمل فوق العمود ده عمودين يبقى انا عملت كده ايه التزايد هرجع اقرر اول عمودين مش هشتغلهم والعمودين التانيين هاخدهم عمودين امامي ادي واحد ادي اتنين هيقابلني فراغ هشتغل جوه الفراغ عمودين سلسلة عمودين ادي عمودين ادي سلسلة و ادي كمان عمودين هيقابلني بعد كده اربع عمودة هشتغل اتنين منهم بس عمودين اماميين اهو والاتنين التانيين هسيبهم مش هشتغل فيهم ادي عمود و ادي العمود التاني و هكرر اهو هيقابلني العمود ده هعمل فيه تزايد و هكذا يبقى ده اول تزايد عندي في الغرزة اهو تمام هكمل العمود ده اهو اللي فيه التزايد تعالوا بقى نبدأ السطر الجديد مع بعض هنقفل السطر ده الاول اهو هروح عند الثلاث سلاسل دول و عند سلسلة النهاية بتاعتهم اول بداية اهو و هدخل و هخرج بمنزلقة تمام تعالوا نتفق بقى التزايد هيكون ازاي احنا هنا السطر ده عملنا فيه تزايد يبقى السطر الجديد مفيش فيه تزايد اهو يبقى هنشتغله زي ما هو هنا عمودين الفتلتين بيدايقوا شوية هنا عمودين بدخل اعمل عمودين زي ما هم ما بعملش اي حاجة جديدة مفيش تزايد جديد عمودين فوقهم عمودين طب الشغلة هنا مفيش اي حاجة هي الغرزة سبتة اول عمودين هسيبهم و هدخل في تاني عمودين ما فيش اي جديد هيتعمل الغرزة سبتة يا جماعة فقط لغير التزايد لكن الغرزة هي هي عملنا العمودين. دخلنا في الفرار. هنعمل صدفة جديدة عبارة عن عمودين سلسلة. وبعدين عمودين. وبعدين نمسك العمودين اللي جنبهم هنخليهم عمودين اماميين. تمام? اهو. والعمودين اللي هنا مفيش تزايد هيفضلوا زي ما هم عمودين. يبقى سطر تزايد وسطر مفيش تزايد. احنا عملنا السطر ده تزايد يبقى ده مفيش فيه تزايد. اكمل بقى السطر بتاعي الجديد ده على نفس الوضع ده. وهرسنا اهو حبايبي السطر بتاعنا. يبقى اول حاجة كان عمود. عملنا هنا تزايد. يبقى هنا ثابت مفيش تزايد. وهتمشي بنفس الوتيرة اللي احنا ماشيين بها. سطر فيه تزايد وسطر مفيش تزايد. السطر ده هيبقى فيه تزايد. طلعنا بتلات سلاسل اهو. وهدخل في نفس العمود ده وهاشتغل عمود زيادة. تزايد. عشان يبقى عندي كام? عشان يبقى عندي تلات اعمدة. اهو. يبقى انا هنا عملت تزايد. هرجع اشتغل الغرزة بتاعتي عادي خالص زي ما انا بشتغلها. عمود امامي والتاني امامي. وسبنا عمودين في الاول ما اشتغلنا هم شاهم. وبعدين الصدفة. هشتغل الصدفة بتاعتي عمودين سلسلة عمودين. قلتلكو الشغل سابت مفيش فيه اي زيادات. هي نفس الغرزة سهلة عليكي. هتشتغل بيها جزء البنشو كله كامل بابسط طريقة. خلصنا دول. هنيجي على العمودين. هنعمل تزايد. هدخل في اول عمود. اعمل عمود. وفي التاني في نفسه برضو. هعمل عمود. وبعدين الاولين التالت هعمل عمود. بس كده. شوفوا بقى كده. انا كده الغرزة بتاعتي خلاص. هتفضلي حضرتك ماشية بالطريقة دي. السطر ده تزايد. السطر اللي بعده يمشي زي ما هو ثلاثة اعمدة. ما فيش تزايد. اللي بعده تزايد هيبقى اربع اعمدة واللي بعده وهكزا. تمام? ده هيبدأ تفضلي تشتغلي كده. توسعي في البنشو بتاعك لحد المسافة او الجزء اللي انت عايزيه. طيب. تعالوا نشوف بقى البنشو بتاعنا كده. ادي البنشو بتاعي اهو اللي انا اشتغلته بالمقاس ستة وستين سلسلة زائد سلسلة. تمام? اهو. ونزلت بالشغل بتاعي. تعالوا نشوف كده. بصوا او اتنين اتنين. تلاتة تلاتة. اربعة اربعة. خمسة. خمسة. يبقى كل دورين زي بعض. ستة ستة. خلاص. لحد اخر حاجة. الطول اللي انت عايزيه. طب انا عملت السن لحد سنة ده. طول قد ايه? انا عملت تقريبا من هنا لهنا. اتنين وتلاتين سنتي. الطول ده بغربتك انت عايزيه يبقى كبير اطول طولين. تمام? شايفين الوسع بتاعه? قد ايه? عايز اقول لكم على حاجة ان ده ضهر الغرزة. بصوا. ده ضهر الغرزة بتاعتي. تعالوا نشوف وش الغرزة. اهو. ده وش الغرزة بتاعتي. بس انا حبيت ضهر الغرزة علشان مديني بروز كده. شايفين السبعات دي كده مديني بروز شكلها احلى. فانا حبيت ضهر الغرزة عن وش الغرزة. ده الوش اللي انا اشتغلته وده الظهر اهو. تمام? فحبيت الظهر وقررت ان انا اشتغل على ضهر الغرزة. عايز اقول لكم حاجة كمان ان الغرزة دي احنا شغلينها في القناة بشكل مستقيم. فانا حبيت اوظفها لكم واخليها لكم بالطريقة دي. علشان يبقى فيها تزايد لان انتم بتقولوا لوظف الغرز. فحبيت اوظفها لكم في البنشو الجميل ده. تمام? تعالوا بقى بقى لنا الايه? الايس كاب اللي فوق ده. هنشتغلوا ازاي? الايس كاب ده. اول حاجة انا قسمت الوحدات بتاعتي. وجيت في النص هنا كده. كل اللي انا عملته ايه? سبت هنا كم غرزة? اربعة غرز. او اربعة اعمدة. واحد اتنين تلاتة اربعة. وابتديت خط الخيط هنا وبديت اشتغل كده داير لحد هنا. تمام? هوريها لكم بقى على العينة بتاعتنا ازاي? علشان اعمل الجزء ده. الجزء اللي هو بتاع الكابتشو ده انا طلعته حوالي عشرين سمتي. اهو. هوريكم ازاي? هنشتغله. هو عبارة عن نص عمود في الحلقة الخلفية. عادي جدا. بس كل الحكاية ان انا سبت هنا اربع اعمدة. واشتغلت يمين. ولف وارجع ولف وارجع وهكزا. تعالوا نشوف على العينة بتاعتنا بقى هنعمل الجزء. ده العينة بتاعتنا خلاص انا ورت لكم الجزء اللي تحت ده يبقى ازاي? دي العينة بتاعتنا. اما ان انت تبدأي تخلي دي في النص لو عندك العدد. ممكن تخلي دي في النص وتخدي من هنا كده. هنا عمودين وهنا عمودين وتبدأي تشتغلي من هنا. او تشتغلي زي ما انا اشتغلت هناك من النص كده سبت ده في النص. تمام? براحتك عايزة تبدأي من هنا تبدأي من هنا زي ما انت عاوز. المهم ان انت تسيبي اربعة. يبقوا هنا السنابل على اليمين. طبعا انا اضطريت ان انا اعمل ايه عشان انا حبى ظهر الشغل. بصوا عشان تشوفوا. ده ظهر الشغل. شايفين البروز ده بتاع العمود اللي انا عاملاه امامي. فهنا كان خلفي فشكله احلى من الامام. يعني ده امام الشغل وده ظهر الشغل. حبيت ظهر الشغل ولزلك قلبت الشغل بتاعي كده. اهو. عشان انا حبيت الظهر. وهبدأ اشتغل بقى زي ما قلتلكم من على ظهر الشغل بتاعي. حابة تسيبي بقى الاربع اعمدة في النص حابة تسيبيهم هنا زي ما انت عاوز. بس هشتغل بالابرة الاكبر. يبقى انا اشتغلت الاول باربعة. ودلوقتي هشتغل برقم خمسة. هنبدأ ناخد الخيط معانا كده ونعمل له عقدة بداية برا. علشان تأمنيه. تمام? اهو. وهبدأ احدد الاربع اعمدة بتوعي اللي انا هسيبهم خلاص. وهبدأ في العمود اللي هنا. وهدخل انا احبز ان انت تدخلي بين الاعمدة لان الدخول في العمود هيبقى صعب عليك جدا. بسبب ان العمود دي سلاسل البداية. فهتبقى صعب عليك قوي في الدخول. فانت ممكن تعملي كده. اهو. احنا هناخد بس عفوا سلسلتين. في البداية كده هناخد سلسلتين بس. خلاص. وهتبدأي. يا اما تدخلي جوه العمود وهيبقى صعب عليك شوية. هيديقك عشان انا هعمل نص عمود. اهو. او ان انت تدخلي ما بين الاعمدة. اهو. وتعملي كده. نص عمود. تدخلي ما بين الاعمدة. وتعملي نص عمود. عشان يسهل عليك الدخول. لان سلاسل البداية دي بتبقى صعبة. هي مش بينة. السلسلة مش بينة قدامك. فهتضطر ان انت تدخلي في نص العمود هنا كده. عشان تجي بيها. فانا بفضل ان انت تدخلي ما بين الاعمدة. يسهل عليك نص العمود. اهو. خلاص. هنكمل بقى احنا السطر كله كده. عبارة عن نص عمود. اهو. شايفين? نص عمود. وهجعلكم. خلصت اهو حبيبي. وسبت هنا اربع اعمدة ما اشتغلتهمش. هطلع بسلسلة واحدة عشان انا مش عايز الفتحة الدائرية دي تبقى واسعة. فهطلع بسلسلة واحدة وهلف الشغل بتاعي. وهسيب اول اه اول واحدة كده مش هشتغلها هنا. وهبدأ في اللي جنبها ادخل. واعمل نص عمود. اهو. يبقى انا عندي هنا هسيب اللي الناحية دي كده. وهدخل في اللوب الخلفي. اول واحدة هسيبها. وهدخل في اللوب الخلفي كده. عفوا هبدأ كده لف الخيط علشان اعمل نص عمود. ادي اول نص عمود. وادي التاني. اهو. عشان الابرة واسعة شوية. بس ما تخافوش عادي كل ده مش هيبان. علشان انا بشتغل بابرة اوسع عشان مش عايزة الكابتشو يبقى يعني اه ديق قوي وعايزة انا محتاجة يبقى اكبر من البادي اللي تحت. عشان يديني كده اه فوليام انا هوريكو في الاخر هيبقى شكله ايه? تمام? اهو. اشتغلت في اللوب الخلفي. للغرزة بتاعتي وهستمر كده. هرجع لكم هنا وبعدين نرجع وهكزا. خلصت السطر بتاعي وجيت لكم هنا. بصوا لازم تتأكد اهو العمود ده فوق العمود ده النص عمود. لازم تتأكدوا من اخر غرزة بالذات لان لو كلتوا كل مرة غرزة وانتو ماشيين مش هيزبط معاكو الكابتشو. هدخل هنا في النص كده عشان اعمل اخر غرزة بتاعتي اهو. تمام? هاخد سلسلة واحدة انا قلت مش هطلع بسلسلتين. وهلف كده معايا وهدخل برضو في اللوب الخلفي. اول واحدة هنا مش هشتغل فيها هشتغل في التاني على طول. اهو. وهبدأ استمر كده في اللوب الخلفي. بعملية سالسة وسهلة وبسيطة جدا. وكلكم عارفين الشغل في اللوب الخلفي. بس انا بكلم المبتدئات. تمام? حبيبي اهو. طبعا هيديكي هنا شكل بالمنظر ده من بره. هيديكي شكل جميل جدا. يبقى انا كل اللي انا هعمله ورايح جاي. هشتغل نص عمود. معلش سامحوني ايدي بترتاح شوية. معلش? بسبب العلاج. يعني سامحوني النهاردة. اهو. خلاص. هكمل كده بالمنظر ده. تمام? رايح جاي. رايح جاي على الشغل ده. لحد ما اوصل لطول عشرين سنتي. كده انا خلاص اهو. رايح جاي زي ما انتم شايفين كده. الخطوط بالشكل اللي انتم شايفينه ده. خلصت الخطوط بتاعتي اهو. ويبقيت شوية خيط قبل مقطع الخط بتاعي. وجهزته عبرة التنظيف. طبعا ده اللي انا اخترته اللي هو ضاهر الشغل اللي انا اخترته هو اللي هيبان وش الشغل. كان ظاهر قدامي. فانا محتاجة اعمل ايه? انا طلعت اهو. جزء عادي خالص اهو. فانا مضطرة ان انا اعمل كده. واخيط من الداخل. هقلب البنشو واخيط من الداخل. علشان يبقى ده الوش بتاعي وتبقى الخياطة ما تبنش. يا اما ان انت تعملي الخياطة بتاعتك بابرة التنظيف. يعني معاك اختيارين. انا الخيطة هو ما قطعتهوش. هبدأ ادخل كده. واعمل بابرة التنظيف. كل غرزة اخدها مع الغرزة التانية بتاعتها او. كل غرزة مع الغرزة التانية. وممكن كمان تشتغلي بابرة بتاعتك العادية. ابرة اصغر شوية. وتبدأي تخياطي الجزء ده. بحيس ما يبانش معاك خالص اهو. بصو كده مش هيبان معاكو في الشغل خالص. تمام? خلاص اخلص انا بقى الخياطة دي للاخر ونرجع نشوف هنعمل ايه. خلصت خلاص الجزء بتاعي من البنشو وخيطته زي ما انت شايفين اهو. تمام? وهيبقى شكله بالمنظر ده. طيب انا مش حب الشكل يبقى كده فهقدر اتنيه كده. تمام? اهو. تانية بسيطة كده. عشان تخلي شكله واقف بالشكل ده. اهو. هيبقى شكله حلو قوي. اه لو انت حبى مثلا تسبتي بحاجة من هنا سبتيه حبة تسيبيه بالشكل ده. سيبيه برضو شكله. جميل. طيب. لسه بقى الديكور النهائي بقى اللي احنا عايزين نعمله للشكل الجميل بتاعنا ده. اهو. بنشول حلو قوي ده. اهو. اه انا اشتغلت كده ودن كده عشان تديها شكل حلو قوي. بصوا. عبر عن دايرة عادية. اهي. هوريكو ازاي هنعملها علشان هحطها هنا. كده. بصوا هنخيطها. وهنحطها بالشكل ده هنا عشان تدي له شكل حلو. لو انت هتعمليها البنوتة او حتى الولد برضو هتديها شكل جمالي حلو قوي. تمام? تعالوا نشوف بقى احنا هنعمل الوحدة دي ازاي. تثبتها طبعا بالابرة. هيبقى سهل جدا التثبيت. مفيش في اي مشكلة بتختاري مكانين. قصد بعض هنا وهنا وبتثبتيها. لان احنا بنسيب الطرف هنا اربع غرز مش هنشبكهم. وهنسيبها هنا. تعالوا نشوف ازاي هنعمل الودن بتاعت الشكل كده. تعالوا وهنعمل الودن الجميلة بتاعتنا دي. اول حاجة هنعمل الدايرة السحرية بتاعتنا. هلف كده. وهدخل الابرة بتاعتي هنا. اهو. وهخرج صبعي. وامسك الخيط كده. وهبدأ اعمل تلات سلاسل. تمام? عشان اتأكد الدايرة بتاعتي تمام? اجدها كده تديق معي. تمام? بعد كده هدخل جوه الدايرة دي وهبدأ اعمل حداشر عمود. مع سلاسل البداية يبقوا كاني عملت اتناشر عمود. يبقى انا بس هشتغل حداشر وسلاسل البداية معايا تبقى هي الاتناشر. تمام? اهو. كده عملت انا كام? اتنين اربعة خمسة ستة. هكمل الدايرة اتناشر واجعلكم. خلصت خلاص اتناشر عمود زي ما انت شايفين كده. وهبدأ شد الدايرة السحرية كويس قوي. واقفلها. وبعدين هروح عند سلسلة رقم تلاتة وهدخل فيها وهخرج. بمنزلقة. تمام? اتكون عندي دايرة عادية خالصة هي. هبدأ يعني التزايد بتاع الدايرة العادية بتاعتنا. اول غرزة كل غرزة من الغرز اللي اتناشر هعمل فيها تزايد. يعني المفروض الناتج عندي كام? الناتج عندي اربعة وعشرين عمود. اهو. كل عمود هدخل فيه. وهعمل فيه تزايد. عمود يبقى فيه عمودين. تزايد العادي بتاع الدايرة. كملها وارجع لكم. خلص خلصت الدايرة بتاعتي ولو لاحظت هي متقوسة شوية كده. خلصت الاربعة وعشرين عمود. اهو. وهرجع هنا في سلاسل البداية. هدخل واعمل منزلقة. وهي هبدأ دايرة جديدة. الدايرة الجديدة هيبقى فيها التزايد واحدة واحدة. يعني هبدأ تلاتة. اهو. اول سطر اللي هو فوق الاعمودة مفيش فيه تزايد. هدخل في السطر اللي بعده. او في العمود اللي بعده عفوا. وهعمل فيه تزايد. اهو. هادي عمود. وفي نفس المكان هدخل. وهعمل عمود كمان. واللي بعده العمود اللي بعده مش هيبقى فيه تزايد. يعني هيبقى عمود واحد. العمود اللي بعده هيبقى فيه تزايد. دا دي واحد. اتنين. في نفس المكان. عمودين. العمود اللي بعده هيبقى عمود واحد. تمام? ده التزايد العادي في الدايرة اتنين واحد اتنين واحد اكمل وارجعلكم. خلصت اهو حبيبي وسبت اربع مائة عمدة من هنا ما اشتغلتهمش. ويبقطع الخيط بتاعي اهو. وبعدين بقطعه كده وبسيب خيط منه نص متر كده. وهبدأ احطه في ابرة التنظيف ونشوف ازاي اهو زي ما انت شايفين كده. هحدد المكان ده الخط اللي في النص اهو. هسيب مسلا واحدة. ده التانية بتاعتي اهو. هسيب هنا واحدة. التانية مسلا وهدخل فيه رقم تلاتة. اهو. اتأكد ان هو كده مكانها مناسب. ايوة مكانها مناسب. يبقى عند اهو. تاني. فين خط النص بتاعي? انا توهت عنه. ما نشعر فيه. اهو ده خط النص. يبقى واحد اتنين. وهدخل هنا في التالت. انا حطيت الخيط اهو في الابرة. اهو. معايا كده. اهو. وهبدأ عادي خالص. اثبته. تثبيت عادي جدا. يعني تقريبا هنا تلاتة سنتي او حاجة. وهبدأ همسكه كده من جوة علشان ما يطلخبطش معايا ويروح ويجي في مكان مختلف. اهو. وهبدأ ااخد خياطة عادية. الاول ممكن تخدي خياطة سراجة كده. بحس ايه برضه عشان ما تسبتيش. وترجعي تلاقي المكان بتاعه مش مزبوط او كان لازم يتحط في مكان تاني. فما تسبتيش. الاول شوفي الشكل. هيبقى ازاي او مكانه مزبوط ولا لا. اهو. ايوه خلاص كده. المكان بتاعي متزبط اهو. قعدل كده واشوف. وتأكد المكان بتاعه حلو. لو انا حطيت الوحدة التانية. هنا هيبقى المكانين حلوين في نفس المكان. اهو. خلاص. ابدأي بقى امكني وسبتي خالص كويس. مجرد تثبيت مضطرف اللي احنا اربع عامدة اللي احنا سبناهم. هسبت التانية بقى وارجع لكم نشوف الشكل. خلصنا خلاص الامر بتاعنا اهو. بقى زي ما انت شايفين كده. اهو. بصوا. شكله من هنا طحفة. حلو قوي. جميل جدا. كمان الراس هنا واسعة. طبعا انا بقول لكم انت سنة ستة شهور. بس انا محتاجة الجزء ده كده. انا مش عايزة هيبقى واسع. وحب ان هو مسلا يتضيق شوية كده. على البيبي. مفيش مشكلة. انا طبعا مش عاملا واسع قوي. بس لو حب ان هو يتضيق. فيبقى مفيش مشكلة. هنعمله ايه بقى دلوقتي. هنعمله كورتين بمبون. وهنعمله آآ آآ سلسلة طويلة. هندككها هنا في الاعمدة اللي احنا كنا شغالين فيها. هندكك السلسلة. وهنشبك فيها كورتين. هعملهم وارجع لكم ونشوف هنحطهم وندككهم ازاي. رجعت لكم حبيبي بعد ما عملت سلسلة اهو. طول السلسلة تقريبا نص متر على حسب ما احس البيبي اللي انا شغلهله. ونهيات السلسلة وخليت الطرف بتاعها كده. دخلته في الابرة. علشان انا عملت كورتين بمبون. اهم. اهو كورتين بمبون عاديين خالص طريقتهم سهلة جدا. تمام? وبعدين هدخل في كورت البمبون كده. علشان عايزة اسبت اشوف انا ابتديتها منين من اي مكان مش هتفرق معاكي. وهدخل احاول ان انا تبقى نهايتها هنا كده اهو. هدخل وهخرج. علشان اامن عليها كويس اوي. يبقى الخيط السلسلة بتاعي اللي انا اشتغلته. متأمن جواها كويس جدا. اهو. تمام? خلاص امنتها حلو قوي. هشد الخيط كده منها وهربطها مع السلسلة بتاعتي. اهو. رباط كويس برضو مرة. واتنين وتلاتة. عشان امني حكتك مع الغسيل ومع الاستعمال. ما تبصش معاك. اهو. وكمان ممكن بالابرة هدخل ادككها تاني علشان انهي الخيط. خلاص دككتها انا جوا الخيط وامنتها كويس اوي. ودككت الخيط وقطعته. خلاص بقيت متأمنة. ده اول طرف من السلسلة بتاعتي. الطرف التاني الفتلة الخيط بتاعتي اهي. تمام? بدخلتها في ابرة تنظيف اسمك شوية. علشان ما تدايقنيش لما اجي ادخلها هنا. برضو هسيب الاربع سلاسل الاربع اعمدة دول. وهدخل في العمود اللي بعدهم. اهو. وهدخل بين عمود وعمود. او انت حبة تبقي مسلا عمودين اهو تدخلي في عمودين. وبعدين تفوتي عمودين. تدخلي في عمودين وتفوتي عمودين. برحتك عايزة تدخلي عمود وعمود وتبدلي. انا شايفة ان هما عمودين بيكونوا افضل. هقرب لكم الكادر شوية اهو. اهو. يبقى هسيب عمودين. وادخل تحت. واخرج من عمودين. اهو. باخد السلسلة بتاعتي معايا. تدكيك بسيط وسهل جدا. مش محتاج اي حاجة. خلاص? هلفه كله وهرجع له. واده حبيبي البنشو بتاعي بعد ما خلص زي ما انتم شايفين كده. التفاصيل بتاعته جميلة جدا. وشاكلين شايفين ضهر الغرزة طلع اجمل واشاك بكتير ازاي? اهو. بصوا. يعني انا مش عارفة اجيب الكادر كله للبلبلبلشو على بعضه. اهو. يعني على حسب ما قدرت اجبهو لكم. بس شكله طحفة طحفة طحفة. شايفين امر ازاي? شايفين الفتحة تعطو من هنا. اهو. وشايفين ده تقدر تضيق اي او توسعي براحتك. وكمان الكبشو كمان شكله حلو قوي. اهو. يا رب ان شاء الله يكون عجبكو. وكون اتوفقت معاكو فيه. وتدعموني بقى بلايك وشير وكمان. وبحبكو في الله. بحبكو في الله. بحبكو في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.